اهلاً وسهلاً فيكم من جديد اليوم نتحدث عن ملتقى مهارات المعلمين للعام 2018 والليقام للمرة الرابعة على التوالي لهذا العام عنوان الملتقى مهم جداً عم بحمل عنوان أو موضوع نمو يتخطى الدرجات الهدف منه رح نعرف منه أكتر مع الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكيرانية لتدريب المعلمين السيد هايف بنيان أهلاً وسهلاً فيك صباح نور وأهلاً وسهلاً وأبدأ فوراً لنعرف عن ملتقى مهارات المعلمين لهذا العام تحطنا في صورة ما أنتم مقبلين عليه هذا أولاً وثانياً لو سمحت سيد هايف ما تتوقعوا من المعلم والمعلمة بعد هذا الملتقى يعني على ما يريدون أن يحصلوا إنصاح التعبير شكراً فؤاد شكراً ميس أهم شيء نحكي فيه أنه الملتقى هو عبارة عن في تتابع يعني إحنا بدأنا من ثورة التعليم ودخلنا بعدين من ماذا إلى كيف بعدين من تفكيك وتركيب هلأ عملنا منحكي على موضوع مهم جداً اللي هو نمو يتخطى الدرجات وهذا الموضوع مش بس بهم المعلم بهم المعلم بهم الطالب بهم الأهل موضوع حساس جداً لأنه إحنا دائماً بتلاقينا دائماً متوجه على العلامة ويمكن معالي الوزير التويت اللي عملها مبارح فعلاً جاي في صميم اللي عمالنا منحكي فيه إنه منتطلع على العلامة ومنتأثر فيها وما منفكر إنه الطالب وتوجهاته ونموه فإحنا اللي عم نحاول من خلال هذا الملتقى هذا العام إنه نركز على ومضات إذا بتحبوه للمعلمين إنه فيه طرق تانية لازم نهتم فيها بالطالب فيها طرق التقييم الطالب لازم تكون مختلفة وفيه أهميات لازم نعطيها للطالب مش بس العلامة اللي هي بتحكم وتعطينا شكل الطالب فعشان هيك هذا السنة اخترنا هذا الموضوع اللي هو نموه تخطى الدرجات اللي رح سير بشهر أثار السنة الشهر جاء إن شاء الله إن شاء الله